خوتي مغربة السلام عليكم اليوم السبت 23 جوية 2022 شفتوا هاد الحملة اللي كتقودها واحد شريحة من الشعب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالحالة اللي وصلت لها البلاد الغلاء الشعب المغربي من الغني الى الفقير كل شي كيعاني وكل واحد بالحجم دياله من هاد الحالة هادي كتعرفوا را مش يغير الغلاء اللي احنا كعين نرى مش يغير على الغلاء بوحده على الغلاء طبعا ولكن على الصحة العمومية على التعليم العمومي على المرافق العمومية على بزاف ديالحويش راه مني ساختين منهم أناية مني ساختين ما ساختينش غير على الغلاء ساختين على الوضعية كاملة ما بغاش تدقان والآفاق انه متفائل بزاف عاد بمستقبل هاد البلاد هادي ولكن ما حد كينين بعض المفسدين اللي هما العائق في المسيرة التنموية ديال هاد البلاد هاد الحملة اللي كتقود هاد الشريحة من الشعب المغربي منهم أناية بينات بأن بعض المسؤولين اللي كيسيروا البلاد فهما في قنط والشعب في قنط بغوا يقنعونا أن الغلاء رأى عالمي ولكن تشي واحد مدولي نعلى الهامش ديال الأرباح ديال شركات المحروقات لأن المحروقات هما الدينة مهمة باش كتدور الحركة الاقتصادية ديال البلاد تاوح مقدر يتطرق لهاد الموضوع تشي واحد مقدر يتطرق الشركات مجلس منافسة علاش لما كلفوا جلالة المالك باش ينكب على ملف المحروقات ما كايش ماقدرش يزيد القدام يعني اللوبيد المحروقات قوي بالزافعة تاوح مقدر يقرب الشركات المحروقات ويقول بأن هات شركات المحروقات راه هما كيشريوا خصوصا المغربية من هما كيشري بشركات اللي هما خلقينهم في دول أجنبية كيشريوا بوحد تامان وكيعودوا يدخلوا المغرب بوحد تامان باش يبينوا بأن هامش الربح راه هو قليل ولو هو راه وكتير بالزافعاد ولكن هما راه رابحين في الخارج عو تاني تاوح مقدر يدوي لنا على هاد الأمور هذي وأكبرهم هو رئيس الحكومة عزيز أخ النوش عزيز أخ النوش اللي منبوض من طرف الشعب المغربي وهذا الحملة هذي راه بينات على كل شي النهارتي ميطار بيين بأن عزيز أخ النوش راه الناس ما كيحملوش المسؤولية مش غير دياله هو على اللي جابوه بعد الحكم ما تقولوش لي سناديق الاقتراع المسؤولية ديالهم عحنا عارفين والناس عارفين بأن السيد ميصلاح السيد مورط في جميع المشاكل نور ما مغس يكون أمام الجنب الرلمانية أمام المحكامة يغس يكون اليوم في السجن لما اقترفه من أرباح غير شرعية أنا سميها غير شرعية كين وحدين يقول لك لا راه مخدم لنا الناس وكخلص الدرائب واش واحد كي يشفر جيوب المواطنين وتقولوا لي يارا كخلص الدرائب نمشيو للتصريحات خطيرة ديالوزيرة ليلى بن علي اللي هي من الأصالة والمعاصرة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لما قالت صرحت أن عليها ضغط من طرف عزيز أخ النوش وهذا قد ضغط باش تقول بأن لا سامير ما صالحاش وما كيلاش وبأن وزارة داخلية والمكتب الوطني للكهرباء هما واحد مسمارشها هما العصاف الرويضة ديال التنمية في البلاد وهما يسيئون إلى تدبير الميلف الطاقي يعني ده بقى خنوش كي يحفر الوزارة الداخلية كي يحفرها ده بغي بغي يسعمر البلاد تصوروا معي قوة أخ النوش الشرعية أنا كانت تكلم شرعيا ماشي شرع زعماغ رسميا تضاهي تقريبا قوة ملك البلاد كتعرفوا بأن أخ النوش اقتصاديا عنده كل شي واخد البحر والماء والهواء والأرض وتحت الأرض كل شي دياله هو رئيس حزب وهذاك الحزب عنده المغرب كامل الجيهات الجماعات القروية الحضارية كل شي دياله بما يشكل خطرا على البلاد هاد السيد هاد هاد لليوم بغير ينوضل الوزارة الداخلية وكيت حده وزارة الداخلية وغدا تسمعوه مشالخارجية وغدا تسمعوه يمكن علش الله مشالله ديستي ولا مشال هذا وبغير يحط الناس دياله هاد بغير يرجع لينا الناس بزاف ما عارف الفضايح ولا الكاريتة اللي كان يوجد لنا الجنرال حميد العنيقري ورا هو هاد الحميد العنيقري الثاني ويحميده العنيقري الثاني ولا حميده العنيقري الجنرال الله عقبه في الارض قبل ما يدهل عنده ها هو كيتعدب على ما اقترفه في حق هاد البلد في حق المواطنين والفضيحة اللي كان غايدة للكبران كتعرفوا الخرجة الاخيرة دي اللاماب وكالة المغرب العربي الانبع هادي كاريتا هادي من المفروض المدير العام يحيدوه يطيروه لان هاد شي ما مقبولش ما يمكنش وكالة الانباء كتجي كتدافع على شخص كتدافع عليه هاداك شي لدارت كاريتا انا هنطرق له نقطة بلنقطة غير بلكن بغيتكم تفهموا واحد القادية كتعرفوا المدير العام لوكالة المغرب العربي للانبع عنده علاقة تجارية مع عزيز اخ النوش كتعرفوا بانه هو اللي كان السي هاشيمي اللي عمر هادار ولك الاقتصاد والفلوس هدرا والمسؤولية هدرا كتعرفوا بانه كان هو المالك لمجموعة اوجودو المارك مجموعة صحفية هاد المجموعة الصحفية باعها المجموعة الصحفية لما كان غيرتعين في وكالة المغرب الانباء كمدير عام باعها العزيز اخ النوش اوجودو المارك اليوم رئيس مجلس المراقبة هو خليد بازيد شكون هو خليد بازيد خليد بازيد هو هو المدير العام للمجموعة الصحفية لعزيز أخ النوش هو تيميطار خالد بازيد مستقر معنا هنا بزرد الوقت في مدينة أقادير هو من الدليمنات لعزيز أخ النوش هنا في أقادير كتعرفوا لما يترى شيء مشكل في المجلس الجماعي خالد بازيد هو اللي يعيط الأعضاء ويشوف معهم شنا هما المشاكيل وهذا بش يوصل لعزيز أخ النوش لكي ترى المجلس الجماعي دينا كي ترى الحالة دياله ما يقدرش يدون مع الرئيس قسم يدون مع خالد بازيد اللي غا يدون مع الكاتبة اللي غا يدون مع أخ النوش أنا دبعه شرحت لكم كتعرفوا بأن أهل باش تعرفوا الجشع ديال أخ النوش ومن معاه كتعرفوا البلاد كتدوز من أزمة اقتصادية خيبة الشعب المغربي كي ديباني شاباب واحد مجموعة شاباب كتحرق اللي حارقة في البحر اللي حارقة من توركيا ومهم ناس كتعجر وكينين اللي بقوا في البلاد وكي تقاتلوا مع الوقت كانوا خدامين بهذا مع ذلك شعين كي كمانضي ببياسة بأورو كي بيع بخمسين درهام كي كمانضي هذه ومشوية مهم دراري مروجي للحركة كتجي الزوجة ديال عزيز أخ النوش وكتعلن أنها غا تدير واحد له ست تهيال ديال بيع وحد العدد ديال المواد ست كبير باش تهيال تستحود على السوق ديال البيع و الشراء الإلكتروني وفي نفس الوقت يالي الصدف يالي الصدف ولو أنا ما كانتقش بصدفها كاك كتجي الدولة وكتقول بتداء من فاتح يوليوز كل شي المواد اللي جاية وما كي معنوا على الشيين بالضبط ولكن كل شي اللي جاية من الخارج ستخلص على الجماريك واحد من كوموندي شي حاجة بأورو كي خلص على السبع عندرهم باش الشباب والنسبة بقوش يكمونديو ومنير غادي كومونديو من عند زوجة أخ النوش زوجة أخ النوش اللي عندها تقريبا كل شي العلامات التجارية ديال الماكياج ديال الحوايج ديال يبغيتو عش كنقول لكم قوة عزيز أخ النوش اليوم أصبحت خطر على البلاد وكو غير كان شي واحد اللي كيف يفهمش شوية ومسي يسو بعيد الجشع غير كيا ساود اينارجي راكم عرفتو هاو الفضيحة كيفاش الدولة المغربية سمحات في المالايير باش عزيز أخ النوش شاركتو تدخل شارك مع هاد شركة العالمية ديال تلقيب عن الغاز نيك نقول عزيز أخ النوش يشكل خطر را خطر حقيقي على البلاد غادي نرجع البيان اللي دارت وكالة المغرب العربي للأنباء واحد البيان ولا واحد توضيح فضيحة كاذي اللي خاص إقالة المدير العام ديالها وخاص وكالة المغرب العربي للأنباء ترجع العمل ديالها مشي للدفاع عن الأشخاص سمعوا معي وغا مشيوا نقطة بنقطة واجه رئيس الحكومة عزيز أخ النوش وسياسته الرامية إلى ضمان استقرار القدرة الشرائية للمغاربة وشوفوا الكذوب على ما كي كذبوا خلال مرحلة أزمة الأسعار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يلي عشر نقاط رئيسية هذا مهم إن الحملة الرقمية ليست ناجمة عن حركة شعبية وناجمة على شنو دب احنا مشي شعب مزيان وإنما تغديها على الخصوص أزياد من خمسمائة حساب مزيف أشهدوا أنني محمد ريضا الطوجني وحسابي ماشي مزيف وكانت منا من المغاربة كلهم وليس عمال لي راهما مساندين هذه الحملة ضد عزيز أخ النوش يخرجوا ويكتبوا حسابي ماشي مزيف وحتعنا مراد لكارتنصوني اللي أبغاوها نعطيوها لهم أنا السيد المدير العام راني ماشي مزيف وأدعم حملة أخ النوش في حالاتك وكي يقولوا بأن هنا تم إحداتها فوريا مقابل أوساط حاقدة غير معروفة أراني معروف وما حاقدش غير متضرر من الوضعية في البلاد والأمور ما غادش بطريق صحيح دكشي علش ما غنعطيوش خمس سنين باش على ما يوجدوا دكشي ويجي شي فاشي لوحد آخر يقول لك رتنعطيوني خمس سنين وهي راه الحياة اللي كدوز وكي يقولوا حملة ضد رئيس الحكومة نحن راه ماشي غير حملة ضد رئيس الحكومة خسك تسميه ضد عزيز أخ النوش ونجاش على الاقتصادي دياله إن خفض أسعار النفط في محطة الوقود لا يمكن أن يكون فوريا علاش علاش وكالة المغرب العربي لأنباء تدافع عن الشخص وعلى مصالح الاقتصادية دياله بل ينبغي بيع مخزون الذي سبق شراءه بسعر أعلى شوفوا على فضيحة يعني وكالة المغرب العربي لأنباء كتقول للمغربة راه الشركة المحروقات ممكنش لا تخسر ومعنى الشركة مواطنة خسين نبيع ونربح ونربح الربح الفاحش وعلى هذه الساعة نقدر نشوف تمن وكما قلت لكم وكالة المغرب العربي الأنباء غادي تقول لكم خسوا يربح ما تشمع تطرقش له وما غادي تقول بأننا راه تشراء عن طريق شركات أوف شور وها بتشباع مهم وكالة تقول له بالإضافة على ذلك يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر ومن جهة أخرى تبقى أسعى المحروقات في المغرب خاضعة للسوق غادي نقول لكم خاضعة لمافيا المحروقات غادي نمشي كيقول هنا ستون بالمئة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب الضريبة على القيمة المضافة هنا الدولة لطيفيا ولطيفيا وهذه كاميرا ستكلمت عليه وما كنت لش لنا لأن هنا ويكلة المغرب العربي الأنباء بغداف على أخنوش وهكذا تخربك هاتش لطيفيا وهذا لهو رئيس حكومة وهو كان ينقص في لطيفيا وهو كان ينقص في لطيفيا ولحيد لطيفيا في مادة في واحد الوقت زماني محدد للبلاد كتدوز واحد الضرفية محرجة ويقول هاش غندير هاش غندير ما دار هاش مهم نمشيو النقطة الرابعة على مستوى سوق المحروقات فإن شركة أفريقيا ها هي دبولات عرات على كتافها ولا تكدف على شركة أفريقيا التي يتم ربطها مباشرة برئيس حكومة فإنها تمثي بالكاد 20% من السوق مشيب الصح وليست ب20% أنا بغيت وراني كان وجد واحد الفيديو اللي سجلته مع واحد المسؤول في شركة المحروقات أجنبية بالمغرب وكي عاود على شي حواج خاطيرين لما عمر شي واحد ده بس سيد رحم شاف حالته الخارج ولكن كي عاود على المعاناة وعلى القوالب وعلى شك يدار هنا في المغرب في قطاع المحروقات وكيفاش أخنوش يستحوض ويضغط باش هو البها ما كيش شي واحد يطلع ولا شي واحد يدير شي حاجة وهو اللي يدى يكون شي السوق المغربي المهم احنا أنحيدو هات شي إن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفعين في قطاع المحروقات فهو محض كذب وتستخدم هذه الخضعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين ده بنتم عندما تقولوا المعارضين السياسيين بغيتوا تفهمون بأن العدل والتنمية ما غندوش على التحاد الشراكي ما غندوش على التقدم الشراكية ما غندوش على اليسار الموحد ما غندوش العدل والتنمية رأخر اسميته بن كيران كيتكلب لنا وكي خربق وكيدافع على أخ النوش شكونا هم هاد المعارضين السياسيين شكونا يبقى وأنا لست بمسيس وأنا لا أنتمي لشي حزب وأغلبية الشعب المغربين ما كتاقش في الأحزاب السياسية ولا في النقابات حيدنا منهم صافي ما كينتش وحد كتاق بهم نقول شكونا نحن يا معارضين سياسيين أو وكالة المغرب العربي للأنباء ولمهاجمته بصيفة شخصية نعم نهاجمه بصيفة شخصية لأنه ما يستهلش يكون رئيس الحكومة لأنه خص يكون في السجن سيد إن هوامش شركات المحروقات معروفة وهي محددة بشكل دقيق في حصيل هذه الشركات وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإذا كانت هناك أرباح مهمة هو مش مبالغ فيها تعزي هذه الزيادة العالمية تخربايق 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 إن إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بيجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع على قدرة الشرائية للمواطنين غادي نقول لك يا وكالة المغرب العربي الأنباء بالعربية وبالدريجة أخ نشخ يمشي في حالاته بغيته تغطيه الشمس بالغربال راح لكيش كل خطر على البلاد وعلى الملكية هو عزيز أخ نش وبقاءه في الحكومة يشكل خطر على الملكية وهنا إنه بتواطئ بين نشاطاء سريين ده ما نولد سري من ضمن الناس أنا نقطة أولا حبة رمل في شاطئ المغربة كلنا ولنا سريين مزيان ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية راح اليوم أنتم ما كان من أنه معنيوا العدل والتنمية وحنا عارفين بأنك هنا مشكل مع العدل والتنمية العدل والتنمية ما كنت يعطي نسوي بتوى إضافة العدل والتنمية تعتط لها فرصة وهرسات راسها برأسها العدل والتنمية سيقوم بقاءة ودكبو ايو سادقوا بطافة بعض الأوساط العدل والتنمية ستأتي العدل والتنمية ماتEN وحنا لننتقل فيها ولا ننتقل في شي حزب سياسي مغربي كايد قال هنا يا عوتاني يعكس اسمعه مزيان بهزيماتي الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقية العمل السياسي في بلادنا وكالة المغرب العربي للأنباء هذه هذه ولت وكالة أخ النوش للأنباء هذه ممقتش ديال البلاد هذه فضيحة هذه وتضليل المواطنين العاديين يكونوا بهذا المعنى مستهجنا هذه فضيحة هذه مصيبة هذا المستوى المنحط الذي وصلت له وكالة المغرب العربي الأنباء هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلي اقتصاديين في أفريل 2018 همت منتجات مثل المياه والحليب والبنزين وبدريعات الدفاع عن قدرة شرائية للمواطنين نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار المغرب استقرار الحكومة لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد من يهدد استقرار المغرب هو بقاء عزيز أخ النوش على رأس الحكومة من يهدد استقرار المغرب هو من يستفيز الشعب المغربي واش الناس كتعبر بطريقة حضارية موقع التواصل الاجتماعي على صخط ديالها من هاد الحكومة ورضيتها بأنه حزب سياسي واللي ما احنا نقولها بتعربية تعرب لأنه العدل والتنمية رضيته بأنه سياسية مغريضة بأنه حسابة سرية بأنه 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 هذا هو استفزاز للشعب المغربي هذا هو التعديد للإستقرار ديال هاد البلاد لأنه مسمعتوش للشعب المغربي والصخط دياله تحجم الدارت وسمعه مزيان عوتاني ففي بداية الأمر يمكن إيهام المغاربة من خلال المواقع التواصل الاجتماعي والذين يعانون من غلاء المعيشة وخاصة أولئك الأقل استعداد للدفاع عن أنفسهم والشعر هذا في مواجهة الأخبار زائفة وليست بزائفة وكارة المغرب العربي للأنباء إلا أن الحقيقة ما تلبط أن تفرض أن تفرض نفسها في نهاية الأمر ففي الديمقراطيات وسمعه مزيان الفخري سيطح فيه ويكلة المغرب العربي للأنباء يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل الحكومة ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بوسائل التي توفرها الديمقراطية وليس من خلال نشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير والازدراء الرأي العام دابا ويكلة المغرب العربي للأنباء كانت تقول لنا نحن الشعب المغربي ما تبقاوش تنشره في مواقع التواصل الاجتماعي استعملوا الوسائل التي توفرها الديمقراطية عرفتوشنا هما الوسائل التي توفرها الدول الديمقراطية ولا الديمقراطية عامة لما الشعب يسخط الشعب يعيش واحد المأساة اللي كان عيشوها هنا في المغرب يعني الغلاء ترى الفاحش الاستحواذ دي الأخ النوش على كل شي الصحة ما كناش التعليم العمومي ما كيش وزيد 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 الديمقراطية كتقول لك خرج للشارع وبأن الاحتجاجات أمر مشروع يك دبا ويكارة المغرب العربي الأنباء قتلنا حيدو من مواقع التواصل الاجتماعي وطبقه الديمقراطية والاحتجاجات في الشارع اللي هي كعطيها لنا الدستور كتعطيها لنا الديمقراطية هاتي فين بغتوصلنا ويكارة المغرب العربي الأنباء دبا كتقول الشعب المغربي سير خرج للشارع ويحتج بطريقة سلمية عرفت يا هاتي الشعب المغربي لبشت تخرج الجميع يشده لأنه غادي يدير بحل دك سلدو تقانت غايش بدلك القديم الجديد وكاللي غادي استاغل وما غاديشده في هاتي حاجة من غير إلا كنتو بغيتو توجدو شي حاجة خيبة الملاكية والبلاد من غير إلا كنتو بغيتو تشوفو واش اللقشاوش واللعاب اللي تشراو غايتجربو في الشعب واش غينجحوه لله واش البوليس وقوات الأمن غايتقدر تصدى للشعب وما أنه على هاتشي ما أنه على هات القرع المشطوليه راسه ما أنه على هات المشاكي الكاملة علاش ما نتصنطوش للشعب ونخرجو نجاوبو معاه علاش رئيس الحكومة لم يتم ستنطاقوه في البرلمان علاش رئيس الحكومة ممشاش الحرائق علاش رئيس الحكومة حتى البارح عاد كي يقول بأمر ملكي أنا غادير وانا هذا وهدو التدابير والترسانة دي التدابير اللي غادر في الحرائق اللي كانت في الغابات بين قوسين ولا بين مزدوجتين فهد المساعدة اللي غاد يتعطى انساو جميع الواحات دي المغرب اللي كي عيشوا منها آلاف دي المواطنين اللي هي الواحات سانوية ضحاية دي الحرائق استثنيات جميع الواحات استثنيات ومشينا غا ندعمو علاش كنت سنو أمر ملاكي وش هد الحكومة هد رئيس الحكومة ماشي راجل ما كانوش على ذكره لانتا راجل الرجولة مواقف كم مشعلات العافية يمشي لا مقام خبي كم المواطنين كيدويو وكي غوتو هذا يخرج العلن ويدرندوا صحفية ويقول لهم لا يا شعب المغربي ها علاش وها كيفاش وش ندرت ويتجاوبوا معاه لا سكت عرفتش شنو هنسمي هذا غنسمي عزيز أخ النوس إنسان جبان الجبن السياسي إنسان للعاصفة كينا غادي نرجع اللور وغادي نخلي الماليك يضبرصه معهم وهادي ولفناها في طبقة سياسية المغربية ليس لأن المالكية كتضغط عليهم ولا كتخلعهم لا لأنه ليس رجال كيرجعوا اللور ويخليوا ويتسنوا تعليمات يتسنوا المالك شغي يدير يتسنوا هذا بتلجة صدقة تجي في المالك ما جيش في هنا وأخ النوس عنده مستشارين وهايلالا ومكاتب الدراسات كله عارف واللي معاه عارفين أن الشعب المغربي ما كيتقش في الأحزاب السياسية وما عندنا نقابات وما عندنا تحاجة يعني لنا تصدع وإلا نظنك نحتجوه عن جهل أنا غا نقولها عن جهل لأنما أغلبية ديالناس ما عارفيش ما عارفيش تحديد تحديد المسؤوليات وكل شي غادي يمشي ويساءل الملكية الملك واش عرفتوش حال ديال لغير في الكومنتر وهذا الناس علش الملك ما يديرش علش الملك ما يدخلش علش الملك ما يكونش هنا علش الملك غايكون في الحفرة الملك غايكون في الطريق الملك غايمشي في هادي الملك كيحدد الزاقس ديال تسير ديال البلاد ورئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته كان الناس كيقولوا بأن رئيس الحكومة هو غير واحد الكمبارس ولا هو غير فيجوران ممتيل ولكن الذي يسيره هو القصر الملاكي سوف نقول لكم بأنه قد يتدفع الخارجية والحمد لله اللي يبقى شادها إما كنت لقل كل شي الحكومات اللي تعاقبوا لتصير المغرب وكون كاريتها وقعت عنا في البلاد أنتم كتشوفوا ده بغير أخ النوش وشوفوا كيفاش يدير هذا الرزعمرة مقرب كيفاش يحفر الوزارة الداخلية بغير دوزلها هتا هي شوفوا كيفاش الجاشع دياله اليوم كنقول أكبر خطر على المغرب هو بقاء أخ النوش في رئاسة الحكومة خطر خطر كبير على البلاد وعلى استقرار دياله وبأنه إلا ما نزلش هتا السيد ودار ندوى صحفية أولا والناس سمعوا له ويكونوا صحفيين ماشي اللي يمتلي كوموند نجيبوا الناس يساريا نجيبوا هذا الناس ميل فات نحطوه مع غالي ويكونوا واحد إحراج ويكونوا واحد لديبا اللي غنستفدوا به ونزيدوا القدام في البرلمان بحل بحل يبشي أمام ببرلمانيين ويصبنوه ويجوب وهذه الديمقراطية وهذا ما سيكلمي الشعب المغربي إما هذه الوكالة المغرب العربي الأنباع وشي خارجات غير محسوبة ديالش مسؤولين ومن بعد انتهموا الجزائر والبوليزاريو والمشريق والغرب والتخرباء والأيادي خارجية والسرية وهذا ما نبقى شوكل هذا شي سلاسلة موقع التواصل الاجتماعي فضحات كل شي أنا اليوم ريضة طوجني مواطن مغربي باصية عادي بغي الخير البلاده كنقولها كندعم الحملات ضد عزيز أخ النوش عزيز أخ النوش إنسان يخصو يمشي في حالته خصو يتحاسب ومن بعد المحاسبة يعني أمام المحاكم غا يمكن خصو يمشي للسجن أكبر خطر على هذا الوطن هو عزيز أخ النوش والبقاء دياله في الحكومة أكبر خطر على البلاد وعلى الملكية هم بعض المسؤولين اللي بغوا يوهمونا أن أيادة خارجية وبيعنا أخ النوش هو المهدي المنتظر وهذا التخربع كله ما بقاش لوقت دياله خصنا حلول جدرية خصنا الحلول لهذا الوطن هذا الصحة العمومية التعليم العمومي الأجور ديال الناس البنية التحتية العيش بالكرامة في هذه البلاد الزيادة والمحادة للروين اللي واقعين بهك لأنك اللوبيات كيدخلوا الفلوس كعمروا جيابهم بواحد شكل بشيع ما بقاش بغينا العدالة بغينا العدالة الاجتماعية مهم الله يدير شيء تصويب بعض الخير اشتركوا في القناة